من المعروف أن البابا كرولوس أثناء رهبانته ووجوده في منطقة مصر الأديمة بانى كنيسة مارمينة الزهراء مصر الأديمة وكان في محاولة لانتزاع الكنيسة دي منه هل للدولة دور في الموضوع ده ولا الأمر كان سيء فقط طبعا الناس هيفجعوا دلوقتي لما يعرفوا أنه لما بانى كنيسة مارمينة الزهراء أراد البعض أن ينتزعها منه طبعا هنا الدولة ملهاش دور في الموضوع الموضوع كان دور كنسة فقط كنسة بحت كنسة بحت والدليل على ذلك أن الرئاسة الدينية أوفدت إليه اتنين من المطارنة اتنين مطارنة اتنين مطارنة عايزين إيه؟ أحدهم نيافة الأنبا انطنيوس اللي احنا شفناه دلوقتي في الفاصل وهو بيلقى الخطاب نيابة عنه والتاني كان المتنيح أنبا مرقص مطرانا بوتيك كانت النية مطارنة بوتيك ده تنيح سنة سبعة وسبين سبعة وسبين وعلى فاكرة أم بمرز ده تنيح في البيت اللي أنا ساكن فيه في شوبرا يعني أنه كان صديق لصاحب البيت أه من الزكريات لا أول بيت ده ما يعني شاف بطارنة كتير قوي نشكر ربنا يعني وشاف زيارة بطاركة يعني مش لازم أذكر كل حاجة لكن يعني بعتولوا الاتنين دول وصرحوا في أنه عايزين ياخدوا هذه الكنيسة اللي هي كنيسة مريمينة الزهراء ويجعلوها مقرة لدير البراموس في القاهرة مقرة لدير البراموس الناس أول مرة تسمع هذا الكلام وعشان كده هو طبعا أراد أن يكون يعمر دير مريمينة في مريوت كان لسه راهب في الفترة دي وكان مقدم طلب عشان يروح يعيش هناك في الفترة دي وكتب جواب في شهر مارس 1958 إلى شقيقه حنة عطى يوسف احنا عندنا صورة الجواب ممكن نحنا نعرضها ادي صورة الجواب اهيه ده صورة الجواب ده بتاريخ خمسة مارس 1958 هقرأ بعض فقرات اللي تثبت هذا الكلام والجواب طبعا بخط أبونا مينة المتوحد وماضي عليه قال له كده الأخوه اللي هو حنة فندي إلى جناب حنة أفندي يوسف عطق حنة أفندي يوسف عطق أخوه أنت تعلم ما هو اشتياقي ورغبتي من عشرين سنة تقريبا في تعمير دير مريمينة بمريوت وكم ساعات وكم اجتهدت في سبيل ذلك ولكن لم يكن الوقت جاء بعد علمت أخيرا من الأستاذ يوسف مرقص ومن الأستاذ عوضالة إبراهيم بأن النية متجهة في ترميم الهيكل الهيكل بتاع كنيسة مريمينة بمريوت والمجلس الملي اعتمد مبلغ خمسمائة جنيه لذلك لعل الله يكون أراد والآن كل ما أرجوه مقابلة الدكتور مونير الشكري بالأسكندرية والتفاهم معه هل جمعية مريمينة مسجلة وهل بلغهم أمر ترميم الهيكل لأن لي رغبة في المساهمة في هذا المشروع بل في نياتي أن أكتب كل شيء باسم دير مريمينة قد بالك بقام العبارة اللي جاي أكتب كل شيء باسم دير مريمينة لسه ما كانتش يتعامل أصلا لأن المطامع من جهات أخرى ظهرت جليا ازاي لسه ما تعملش في مطامع لا المطامع هنا على كنيسة مريمينة مريمينة بقى الزهراء بيقول لأن عايزك تبهى باسم دير مريمينة طبعا ده تحقق له بعد بناء دير مريمينة والحد النهار ده كنيسة مريمينة الزهراء تتبع دير مريمينة بس في الوقت ده لكان دير مريمينة نتعمر لأنه بيقول سمعت أنه الهيكل هيرمموه فده عايز يقول مدام هيخدوها مني والمطامع بدأت تظهر أروح أعيش هناك أولا تاني العبارة دي لأن بل في نياتي أن أكتب كل شيء باسم دير مريمينة لأن المطامع من جهات أخرى ظهرت جليا كان مشرف عندنا الأنبا مرقس مطران بوتيك والأنبا انطونيوس مطران سوهاج وماكسوا عدة ساعات مرديش بيقول التفاصيل المطامع وبس ضروري من البحث لما ذكرته من أمر دير مريمينة وتتفق مع الدكتور مونير شكري اللي هو رئيس جامعية مريمينة اسكندرية تتفق مع الدكتور مونير شكري عند صفره إلى مصر يتصل بينا ضروري للمفاوضة في هذا الموضوع قال لك لا مدام هيخدوها أنا هسيبها لك ودام جاله اتنين مطارنا بيقولوله الرئاس الدنيا عايزاها أنا مانديش مانع بس هروح أعيش فين بقى بعد كده في منطقة أصار دير مريمينة في مريوت فقال له بقى بعت لأخو بقى قال له اسأل لي بقى الجامعية ودورها والمجلس الملي صرف خمسمائة جنيه وأنا مستعدة كمان أساهم معهم عشان روح أعيش هناك لأن المطامع بدأت تظهر جاليا في وملاقوش غير الكنيسة دي هقول لك ليه بوعدوا عن الدير في الفترة دي ونشاطه اللي كان ظاهر قوي أصار حسد إبليس خصوصا أنه بنا الكنيسة بدون ما يطلب أي معونة من الباترياركي بوعدوا عن الدير دي نقطة تانية نقطة تالتة عمل بيت للمقتربين نقطة رابعة بعد كده اختاروا يكون رئيس دير الأنبا سامويل يمكن إن شاء الله في حلقة أخرى نتكلم عن علاقته بالرهبانة وبالأضيورة حاجات كتير نقولها برده سبب غيره موضوعا أنه نقوله ده سبب غيره وبعدين كان النشاط عايزين يعرفوا إيه اللي بيحصل ده مش معنى ده فقاله لا ناخد منه الكنيسة الراجل كان مسلم كل حاجة وعشان كده كتب الخطاب ده بالذات لأخوه وقال له شوف لي المكان في دير ماريمينة في ماريوت عمر مع اللي هي عمره واروح أعيش هناك ناس تهدوا له فورن القربان وناس حيزت أخذ منه الكنيسة يعني ده عانا كتير قوي حسد إبليس ده حسد إبليس تمال اللي نجح كده هيلاقي سهام كتير بتوجه ضده أي حد بينجح والله بيدي نعمة وبيسنده طبس تلاقي إبليس ما بيسيوش وتلاقي ناس كتير حاقدين أو حاسدين يحبوا أن هم يهدموه ليس لسبب إلا لأجل الحق إبليس ده صعباء ربنا يحمينا ربنا يحمينا طيب ترجمة نانسي قنقر